وفي ملف ليس ببعيد عن الأولويات أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين توزيع منحة النازحين خلال أياما فيما أكدت أن قيمتها ستبلغ مليونا ونصف المليونة وأكد المتحدث باسم الوزارة علي عباس استمرار المنح المالية للنازحين بموجب آلية الصرف الشهري للحكومة خلال العام الحالي وأشار إلى تجميع المنح ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى عشرة آلاف أو أقل بقليلة وإطلاق وجبة واحدة تشمل ست محافظات خلال أياما